اسمي علي الحداد أخصائي تغذية علاجية وبقول لكم اليوم عن الشاي بعد الأكل الشاي يا جماعة بعد الأكل ما يسبب أي مشكلة إلا إلا إذا عندك نقص بالحديد إذا عندك مشاكل فقرة دم فغالب هن دكتورك يقول لك أجل أنك مو ما تشرب شاي ركز مو ما تشرب شاي لا راح تشرب شاي بس اللهم بتأجل شوي بعد الوجبات خصوصاً اللي فيها حديد مثل اللحوم والشبدة ففي وقت تأجيل تأخير أما الإنسان الطبيعي عادي استمتع بالشاي بعد الأكل لا وخلق لك أصلاً فوايد الشاي بعد الأكل أول شيء يهدي المعدة يضبط لك الجهاز الهضمي كله وينظف لك مجرى الجهاز الهضمي ويريح الأمعاء ويريح المعدة ويريح القولون وكذلك وهذا أهم شيء بالنسبة لي يريح النفسية ترى إذا خصان هذا ماكن بعد ومثقل أشرب شاي بتشوف نفسيتك هدت بتشوف أنت مصحصح جدي مستانس الحياة سعيدة ليش؟ لأن الشاي مثل ما كلنا عارفين يغير الموت يغير المزاج فاستمتع بالشاي بعد الأكل ولا تخاف منه وبس والله ترجمة نانسي قنقر